لو تأملنا وتدبرنا هذه الآية المباركة لتقطع قلبنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية المباركة تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام أي قاتل نفسك ومهلك نفسك تريد لهم الهداية تريد لهم الإيمان تريد لهم النور صلوات ربي وسلامه عليه وهم يكذبونك ويصدون عنك أنت مهلك نفسك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك من أجل هدايتهم من أجل أن يهتدوا ويكونوا مؤمنين أنت بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله عق جهاده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يريد الهداية للناس ما هذه الرحمة ما هذه الحنية صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال الله وما ربك بظلام للعبيد تريد الهداية تريد النور تريد السرور تريد السعادة تريد القرب من الله تبارك وتعالى تريد أن تكون وليا من أولياء الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لِيْجَاهِدْ نَفْسُهُ على تقوى الله على الاستجابة لأوامر الله على البعد عن معاصي الله سيهديه الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وقال الله تبارك وتعالى أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَنْ هُمْ يَا اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والتقوى فعل الأوامر واشتناب النواهي هكذا أنت تكون من أولياء الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى أَلَّاهُ وَلِّيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيَاءُهُمُوا الطَّاغُوْتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الضُّلُومَاتِ إذا كنت وليا من أولياء الله تبارك وتعالى كيف ستكون حياتك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن السعاذني لأعيدنه أنت حبيب الله أنت ولي الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون من أوليائه المقربين المخلصين يا رب العالمين